لو بتسأل النهاردة ايه هو حديث الساحة الكروية هتلاقي اغلب محبي كرة القدم بيتكلمه عن مصير ايرلينج هالند اللقاء المزعوم بين والد هالند مع لابورتا رئيس طبعا نادي برشلونة ووكيل الاعمال مينو رايولا لا يمكن اي مر مرور الكرام لكن النقطة الاساسية في الموضوع هو ان رايولا فتح النار على دورتموند وباشر بجولته الخاصة برشلونة ريال مادريد ثم الدوري الانجليزي اين ستكون الوجهة الاخيرة اذا هنتكلم فيه التفاصيل اكتر معنا من نبيس صحفي الرياضي محمد عواد سيد محمد مساء الخير واهلا بحضرتك يعني خلينا نبدأ معك بسؤال المباشر والاشهر هالند رايح على فين يا كابتن مساء الخير مروج الى كل جميع المشاهدين في الحقيقة هالند يعني سيروح على العرض الافضل لا اله رياضيا ولا رايولا ماليا يعني هذا لازم يكونوا واضحين تماما في منطقيا لو بنا نحلل الموضوع فمانشستر سيتي هو الوجه الابرز هو اللي خارج من عنده اقويرو هو الفنيا جاهز نقصه مهاجم فقط فبيكون كل استثماره في المهاجم في حين الاندي الاخرى لما نتكلم عن برشلونة عنده مشاكل كبرى في مسألة الاجور في مسألة الديون نفس الشيء ريال مدريد عنده هموم اخرى ايضا مثل يعني هازارد اللي صفقة اللي فشلات واكثر من اللاعب حتى الان فمنتكلم بالوضع الطبيعي اعتقد مان سيتي هو اللي عنده خطوة اضافية باستثناء علاقة رايولا بي جوارديولا سؤال صعب من الان لانه بالنهاية منتكلم ضايل شهرين حقيقيات للسوق حتى الان ما بدأ السوق من ناحية الفنية اي افضل خطوة ممكن يقوم بيها هالند لمسرته والاستثمار في مهاراته كلاعب صغير الصن اهم شيء يفكر في هالند بهذا الخطوة الجاي يعني هو اثبت كلاعب انه انا بقدر العب باي فريق وكما قال رايولا نفسه قال بصراحة انا توقعت انه ابطأ قلم من هيك يعني في البداية فطلب منه روح ادورتموند لمدة موسمين حتى ما يكون عليه ضغط لكن تفاجأ بمستوى مستوى هالند امام المرمى شيء مرعب مستوى في الصندوق من مستوى اخر فبالتالي هو جاهز يلعب مع اي فريق بس اهم شيء يختار خطوة لفريق ما يحط له منافس يعني لو ذهب الى ريال مدريد وبقي بنزيمة هالند سيعاني في البداية لانه دائما التفضيل سيكون لكريم واي مباراة سيغلط فيها سيبعد يروح على فريق يكون فعليا حابب يكون هو رأس حربته هو يكون هدافه وهنا يعني برجع احكي فيه خيارات يعني مثلا مان يونايتد ممكن يكون خيار بهذه الحالة مان سيتي خيار طب بما اننا تكلمنا عن مان سيتي وانت رجعت انه ممكن يكون مان سيتي فعلا الوجهة المقبلة لهالند لكن يعني انا سمعت انه رايولا ما بيحبش لعبته يروحوا لنادي بيدربوا جوارديولا خصوصا بعد المشكلة الشهيرة ما بين المدرب الاسباني وزلتان إبراهيموفيتش هل ده ممكن فعلا يكون مشكلة او يضع فرص تواجد هالند كخليفة الاغويرو في المان سيتي لازم اكون صريح هنا واتكلم اذا رايولا بيفهم مصلحته فهو بيعرف انه سيتي جروب اصبحت مجموعة املاقة مان سيتي اصبحت حاليا اذا فعليا اتعطى القانون لعب المال النظيف نتكلم سيتي جروب ستستثمر بشكل كبير في مان سيتي فكل هذا يعني رايولا رجل بيعرف مصلحته بهم ومصلحته بالنهاية ومصلحت لعبيه انه يلغي فريق اصبح بلا نقاش من التوبتن في العالم وبشكل ثابت ومستمر هذا معناه انه اللاعبين حتى حصيروا يتسألوا انا ليش انا ادفع ثمن علاقة شخصية بين رايولا وغوارديولا المفروض الان رايولا طبعا في الماضي كان عنده بعض العلاقات السيئة في المعموجي مثلا في اليوفي لكنه اعطى يوفنتوس بافل ندفد وهو واحد من اهم اللاعبين في تاريخ رايولا نفسه وبالتالي يعني اعتقد رايولا رجل يحب مصلحته ويحب مصلحت لعبيه يعني هو جدا يدافع عن مصلحت لعبيه وسيتسامى عن هذا الخلاف يعني طيب يعني في كلام انه باشلونا ممكن تكون وقهة لهالند وانه كان فيه زيارة قام بيها بالفعل لاسبانيا ولقاء تم مع المسؤولين النادي هل فعلا ممكن يكون برشلونا وجهة لانه البعض بيقول انه مستبعد السيولة المالية في مشكلة مادية كبيرة لدى برشلونا هل هتكون عائق امام انتقال هالند لها مية في المية خاصة لو تم تجديد عقد ليونيل ميسي اذا تم تجديد عقد ليونيل ميسي معناها فترة الاجور ظلت عملاقة جدا على برشلونا وصعب اتخيل انه بقدر يجيب هالند نتكلم عن فريق كان يتكلم بده اكويرو بالمجان او ديباي بالمجان وفجأة يقفز لهالند انا صراحة اجتماع لابورتا بريولا اشعر ان اجتماع اصدقاء والهدف منه من عند لابورتا يحكي لجمهور برشلونا انا حاولت بس والله الظروف الاقتصادية ما بتسمع لانه فعليا وضع برشلونا اللي بنسمع عنه ولن نجي لتكلم برشلونا محتاج مدافع ومحتاج لاعب وسط ومحتاج ظهير ايصر احتياطي ومحتاج مهاجم اربع خمس صفقات في الظروف المالية السيئة اللي بعيشها برشلونا من الصعب نتخيل ان يكون واحدة من هاي الصفقات لاعب براتب هلا هل ممكن تكون محاولة من رايولا انه يستفز الاندية التانية على اعتبار انه رايولا معروف انه هو يعني وكيل اعمال ذكي ومناور يعني لا اخوة رايولا بالامس يعني كمل عمدريد والمفروض اليوم يكون بانجلترا يعني هو يذهب بسفر علني مستفز للغاية لو انا كنت مشجع لبروسيا دورتموند او اداري في بروسيا دورتموند حرفع التليفون عليه يعني انك شو بتعمل يعني هو الرجل فعليا عم بيستفز بروسيا دورتموند وبيستفز الاندية الكبرى كلها انه انا بلشت ابيع هلا انا خلصت الموضوع وبدأت المفاوضات لوحدي وكأنه ما فيش نادي اسمه بروسيا دورتموند يملك اللاعب يعني ما حصل بالامس بروسيا دورتموند يعاني في الدور الالماني يعني ممكن ما يتأهل دوري ابطال وعنده مباراية دوري ابطال جاي ايضا وكل تشتيت الذهن هذا يجي بهذه الفترة بصراحة شيء عمري ما شفته لكن بروسيا دورتموند متمسك بها المسؤولين في بروسيا دورتموند قالوا انه هو باقي معان عقده مكمل لحد 2024 هل فعلا ممكن يكمل هالند في دورتموند صحيح طبعا اي حدا يتمنى يكمل مع هالند لكن في حالتين هون اولا في تأكيدات مستمرة انه فيه ببند بعقد هالند بقول انه بسنة 22 بيرحل ب 75 مليون يورو فقط وهذا رقم دورتموند لا بده يوصله انه رقم اقل من قيمة هالند الشيء الثاني هالند نمى بشكل اكبر بكثير من دورتموند يعني من اول ما جاء هالند لدورتموند هالند اثبت نفسه لكن دورتموند تراجع من حيث النتائج دورتموند الان المركز الخامس في الدوري دورتموند تراجع هالند تقدم فهالند اصبح اكبر من دورتموند بهذه الفترة وبالحال هالي دائما اللاعب يرحل انا اعتقد دورتموند سيتمسك علنيا بهالند لانه يريد افضل سعر لكن لو لم يذهب دوري ابطال ومع الظروف المالية السيئة اللي بتعيشها الاندية هالند سيكون ربما اول صفقة يا بيحة دورتموند ويمكن بالاشارة للأوضاع السيئة اللي بتعيشها الاندية ودي نقطة مهمة خصوصا مع كورونا والازمة الاقتصادية والتدعيات اللي خلفتها على كل القطاعات بما فيها طبعا القطاع الرياضي ايه الاندية الضارة امامنا اللي تقدر بالفعل ان هي تقنع ريولا بمشروع كبير وناجح للتعاقد واستقطاب اللاعب هالند في الحقيقة الآن نسأر فيه كثير مشاريع رياضية طموحة في كورت القدم يعني المفروض مشروع ريال مدريد وبرشلونة هو مشروع جاذب بحد ذاته يعني بشكل تلقائي اذا ذهبنا الى بينجلترا تشتتكلم عن ليفربول يكون هالند بديل بيرمينيو طبعا شيء جاذب لإله لكن هال ريولا هيحب وتشيلسي ايضا كمشروع مميز ومان يونايتد كمشروع بتقدم صحبي بطء ومان سيتي موجود يعني نتكلم الآن فلسفة المشاريع الرياضية اللي بتبين على الورق نظريا انها قوية وممكن تتطور مع الزمن كتير بس المشكلة والأساس انه يتأكد انه لما يروح هالند هناك حياخد فرصته ينصبر عليه يعني في مدريد مثلا انا اعتقد هالند لو ذهب بدل بنزيمة مع رحيل بنزيمة حيستفيد لكن لو بقي كريم بنزيمة وهالند لعب مباراة واحدة سيئة الاعلام الاسباني في اليوم التالي سيجلس هالند احتياطيا ودحل كرة القدم طيب خلي اسألك اخيرا هالند ممكن يكون هو ميسي المقبل او رونالدو المقبل بالنسبة لنجوم كرة القدم بالنسبة لمركزه كرس حربة كمان طبعا هو اقرب لانه يكون كريستيانو المقبل لانه مكينة اهداف بالشكل مطلق لكن كجود اللي شفناها منه كحسم كارقام شيء مذهل شيء اجتاز حتى بدايات ميسي او رونالدو لكن المهم دائما في لاعبين كرتر خدم بهذا العمر شغلتين الان اثبت الموهبة الان يبقى سلم تطور الموهبة او خط تطور الموهبة لأي وين مدي يوصل عشان هيك انا يعني لو انا بدي انصح هالند شخصيا انصحوا بالذهاب الى مدربين عرف عنهم تطوير شباب مثل جوارديولا يورغني كلوب يجب ان يعمل مع مدرب يساعدوا يكمل اكثر اكثر من الامار ثنائية هالند مبابي الفترة المقبلة بدلا بديلا عن ميسي رونالدو اللي كانت موجودة الفترة الطويلة هل هذا صحيح 100% هذا الان صحيح هذا الان مش مسألت كرة قدم مش مسألت مستواهم انا كاعلامي اتمنى هذه الثنائية تتكرر لانها افضل ثنائية افضل فترة لكرة القدم اعلاميا فترة رونالدو ميسي فانا كاعلامي سادعم هذه النظرية والشركات الرائعة ستدعم هذه النظرية والجمهور الكل يريد ثنائية بدل ثنائية ميسي ورونالدو اللي شارفت على الانتهاء الان واعتقد هناك رغبة جماعية بين الكل بخلق هذه الثنائية وانبابي وهالند هما المؤهلان لها يعني صحيح شكرا جزيلا لك من دبي صحفي ارياضي محمد دعوان بشكرك لتوقتك معنا شكرا